رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلة وصلناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا صباح العزة صباح النصر صباح الانتصار بنصب على حضراتكم أعزائي المشاهدين في يوم العزة وفي يوم الفخر وفي يوم الشرف السادس من أكتوبر هذا اليوم العظيم الذي نحتفل به في الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة هذه الانتصارات العظيمة التي نشرف بها على مر التاريخ ويشرف بها أيضا أشقائنا العرب هذا اليوم العظيم الذي نحيي فيه قوتنا المسلحة الباسلة التي عبرت وحققت المجد وحققت الانتصار وحققت الشرف كل التحية والتقدير لأبطالنا أبطال أكتوبر العظام بنعتبرهم نموذج نحتزي به بنعتبرهم مثالا نحتزي به على مر الأجيال كل التحية والتقدير لشهدائنا العظام الذين ضحوا بأرواحهم وبدماءهم الحية للحفاظ على هذا الوطن سماء وطرابا كل التحية والاقتدار والتقدير لأسر هؤلاء الأبطال وهؤلاء الشهداء ونحن نحتفل معكم في الذكرى التاسعة والأربعين أعزائي المشاهدين الانتصارات أكتوبر المجيدة هذه الانتصارات الحقيقة اللي يشرب بها كل أجيال مصر حبينا النهاردة يعني نسبق هذا الانتصار بوجودنا داخل أحد الأماكن اللي بنشر بها دائما وهو متحف القوات الجوية هذا المتحف اللي أنا عن نفسي كان ليه عظيم الشرف الحقيقة أني أزور للمرة التانية المرة الأولينية كانت في 2007 حينما كان ليه الشرف في الحصول على دورة في الإعلام العسكري من أكاديمية ناصر العسكرية العليا أنا مش عايز أطول على خضراتكم والحقيقة اسمحوا لي في البداية أني طبعا أرحب بضيوف الحقيقة اللي هم مشرفين للنهاردة واللي أنا بسعد بوجود معهم ونحن نحتفل بهذه الذكرى الجميلة وهذه الذكرى كما نعرف عزيزي المشاهدين هي متوكبة كمان مع ذكرى المولد النبوي الشريف كل سنة وحضراتكم بخير بحب أرحب بضيفي الكريم واللي احنا بنشره به بنسعد به دايما الحقيقة على شاشة التلفزيون المصري وفي كل شاشات مسبيره الحقيقة الدكتور بسام الشماع الدكتور بسام المؤرخ وكاتب المصريات صباح الخير يا دكتور صباح النور وصباح النصر كما سمعتها وأنا عندي 11 سنة في اسكندرية الناس كانت بتمش في الشارع صبح على والدي بيتقول صباح النصر في 73 وكل التحية والتقدير والإجلال لشهدائنا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف كل سنة وحضرتك طيب وأهل اسكندرية كل سنة وهم طيبين ومصر ومؤسساتها ورجالها وشعبها الحقيقة بنهنيهم بالذكرى التاسعة والأربعين كما يشرفني في الحضور دكتور راشا الجندي مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سوف أهلا بك يا دكتور راشا صباح الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل بيشوفونا وكل سنة وكل مصري وكل عربي بخير أكيد طبعا مفيش كلام الحقيقة يا دكتور بسام اسمحيلي يا دكتور أبدع مع الدكتور بسام لكن الواحد لما بيسمع الزكرة دي حقيقة يا دكتور وانت بتكلمني والله بأمانة وبدون مجاملة وبدون يعني الواحد لما بيسمع الزكرة دي الحقيقة جسمه بيقشعر صحيح لما أسمع أكتوبر واسمع الرئيس السادات المشير أحمد اسماعيل المشير محمد عبدالغان الجمسي المشير محمد علي فهمي الفريق العراب الفريق العرابي الفريق سعد الدين الشزني المشير أبو غزالة يعني نجوم تصطع في سماء المجد والعزة والكرامة والفخر كتيبة 139 كتيبة السعقة واللي هي كرامة سيادة الرئيس منذ آآ يونين تقريبا العميد إبراهيم الرفاعي يعني يعني دول النجوم أستطيع أن أقول هؤلاء هم النجوم نعم بدون منازع صحيح آآ ما يتحطش حد جنبهم صحيح آآ آآ لما نوصل ده للأجيال يا دكتور بسامو حضرتك مؤرخ آآ لسبعة تلاف سنة نقول إيه عن هزر النصر نقول إيه عن هؤلاء الأبطال نقول إيه عن الإنجاز العظيم اللي كان في ألف تسعمائة تلاتة وسبعين لعشر من ربضان السادس من أكتوبر دي بيات محفوظة زي اسم الواحد كده الساعة اتنين إلى خمسة ظهرا نعم الحقيقة الأول خلينا حييكم وحيي الإعلام المصري على اختيار المكان آآ اللي انتو السنة دي بتحتفظه هناخد فكرة أيضا طبعا عن هذا المكان العظيم المكان دوت بيعمل نفس الشعور عندي برضو اللي حضرتك ذكرته آآ آآ أنا قشعريرة في البدر قشعريرة كل مرة بخش مطحف القوات الجوية وبدعوا كل المصريين اللي هما يزوروه لأن في وظيفة وهدف آآ للمتاحف يوجد الآن في العالم آآ علم اسمه علم الميوزولوجي علم المتاحف نعم وعلم المتاحف تغير يا جماعة من أن انت تروح تتفرج على أثر أو تتفرج على أو شيء معين وتمشي لا انت هنا بتخش في تجربة وطنية احنا بننصر بزور الوطنية في الأجيال اللي ربما لم تشرف بأنها تحضر 73 زي احنا لما كنا عندنا أنا كان عندي 11 سنة وقتها اسمح لي في البداية قبل ما نستكمل برضو أوجه كل التقدير والتحية لسيادة اللي هو مجدي مدير المتاحف الحقيقة راجل فاضل محترم آآ قمة الزوء والشياكة في التعامل الحقيقة شروفنا به طبعا نعم نعم يعني لازم لازم يعني يعني هذا يعني احنا ضيوف في داره فلازم نحقيق نشكره طبعا الحقيقة نعم وعايز أقول لحضرتك المنظومة هنا زي المنظومة اللي موجودة في المتاحف العسكرية فكرة التجربة الوطنية اللي انت بتخش تستفيد بها انت بتعرف تاريخ في متحف زي متحف القوات الجوية بتعرف أول طيارة جابوها الطيارين المصريين في معجزة من معجزات الطيران والتحليق تعرف تاريخ ذكرت تاريخ 7000 دلوقتي حتى 7000 دي تتغيرت ووصلت إلى نصف مليون عام تبقى للعلماء اللي اكتشفوا في لقصر آثار لنا المصريين من 500 ألف عام على أقل العالم الأمريكاني الشهير كانت ويكس أصدر هذا التصريح وهز العالم كله أنا شخصيا بشرف بأن أنا بأستدعى هنا علشان ألقي محاضرات في التاريخ العسكرية وجميل إن إحنا ننطر بزور الوطنية عبر الملاحف دي للأجيال أقول لحضرك على مسال سريع في الموضوع وأقوى وأحسن منبع إن الواحد ينطر بزور الوطنية من هذا المكان وفي هذه الذكرة بزبط لأن أولا قدامك الأدلة قدامك القصة الحقيقية للبطولة نعم بتقابل إمبارح ونهاردة والغاية اللي احتفالات كلها بتاعت أكتوبر الشعب المصري حيقابل أبطال بعينهم أنا مبارح شرفت إن أنا حط إيدي في إيد طيار من اللي ضربه مستودع هام جدا في سيناء للأعداء وطيارته من كتر الانفجار ساحت أنا أول مرة كنت تعرف إن فيه طيارة بتسيح والإسود الهباب الإسود غطى وعمل لاندينج حط بالطيارة في معجزة يعني غريبة على أعلى مستوى لكن أنا بقول لحضرتك أخيرا أنا ممكن إزاي أوصل وأنثروا البذور بتاعت الوطنية في الشباب إن عبر التاريخ مسح نعم إن أنا بقول له تعالى إحنا عندنا العشر من رمضان السادس من أكتوبر يوجد معركة عسكرية ممثلة بشكل عجيب اسمها معركة مجدو مجدو بالفعل وهو القائد العظيم جهوتي مسح الثالث نحن من سميته حطمس الثالث الجيش المصري سبعتاشر معركة عسكرية وراء بعض أيام جهوتي مسح الثالث من 3400 سنة تقريبا انتصر فيهم كلهم أنا بقال لي أربعين سنة بقرأ تاريخ كمؤرخ ومرشد سياحي وكاتب مصريات من خفزه تمانين مشهور من خفزه تمانين ربنا باركلك بحاول أدور على الجيش في تاريخ العالم ومتاريخ العسكرية عامل سبعتاشر انتصار وراء بعضه مش لاقي غير الجيش المصري ونفس صعوبة ستة اكتوبر ونفس صعوبة التوقيت ونفس وعورة الأرض اللي آآ كسبها وهزمها الجيش المصري في العاشر من دون تلاتة وسبعين نفسها حصلت فيه ما جده من آلاف السنين إذن اللي أنا بحاول أوصله أخيرا طب نستكمل يا دكتور بعد إز حضرتك حنطلع آآ فاصل ونرجع لحضرتك مرة ثانية بصبح طبعا على زملائي في الستوديو الزميل محمد جوهر والزميل محمد ترك والزميل هبة فهمي وكل زملائي في استوديو صباحنا مصري ونرجع لكم مرة تانية ونحن نتحدث عن يوم الفخر والعزة والكرامة يوم الشرف ونرجع لضيف الكريم دكتور بسام الشمع دكتور قبل الموجز طبعا كنا بنتحدث عن آآ يعني إزاي ننطر بزور الوطنية والانتماء في الأجيال نعم كنا نتكلم عن إزاي إن إحنا نستطيع إن إحنا نوصل لهم على طريق التاريخ والأحداث التاريخية لأن أي أمة هتنسى تاريخها أو مش هتذاكر التاريخها كويس مش هتعرف تستشرف المستقبل بتاعها بشكل واضح وعندنا آآ كثير من الأمثال على أساك كنت واخد مثال إن إحنا بنعمل مقارنة معركة مجده بالظبط كده الله نعرى حضرتك وهي المعركة العجيبة الغريبة الانتصار المفاجئ نسبة المفاجئة اللي فيها هي بالظبط نفس مفاجئة ساعة اثنين إلا في الدربة الجوية الأولى وتعلمنا أنا تعلمت هنا وتعلمت بالذات من مجديد ويدار إن ضرب الطيران العادي بيبقى ياما في أول ضوء ياما في آخر ضوء إنما تضرب ضربة جوية بالطيران الساعة اثنين الضغر وده اللي بيدرس بقى في المعاهد العسكرية يا فندم في أوروبا وفي الولايات المتحدة ونفس اللي بيحصل ده يا فندم لو حدك ذكرته ده بديتدرس معركة مجده في أكاديميات العسكرية في بلاد بره إزاي عرف الجيش المصري يعدي في مضيق اسمه مضيق عارونا في أرض كانعان فلسطين العظيمة الآن وإزاي الأرض كانت مدببة وإزاي الجنود لما وقفوا مع الجو حتمس الثالث قالوله اللي هو تحتمس الثالث قالوله إحنا عنا عدي حسان حسان وعسكري عسكري الدنيا ديقة مش هينفع قال لهم قالوله العدو حيستنى ناحية تانية قال لهم مش هيتوقعون الناحية التانية لأن الطريق مستحيل العبقرية المصرية عبقرية العسكرية المصرية ودخل وانتصر الجيش المصري فيما جده في انتصار ضد 330 فيلق من واحدة من أقوى الفيدراليات المجتمع في تاريخ العالم أرجع لحضرتك تاني وتحول بقى للدكتورة رشا دكتورة الحقيقة في الفاصل طبعا كنا نتحدث يعني أنا وحضرتك والدكتور بسام والحقيقة ذكرتنا معلومة مهمة جدا والمعلومة دي أسعادتنا اللي والد حضرتك بطل من أبطال أكتوبر حقيقة وبيقعد معكم كأسرة إزاي بيتكلم عن حرب أكتوبر إزاي بيتكلم عن أبطلنا عن شهدائنا عن ما يعني قابلوه في هذه الحرب وما حققوه من إنجاز وإعجاز تشرحيننا بقى أنا بابو أقولك بسروحة صحة نفسية أنا بابا لما بيتكلم معايا أو مع أي حد في البيت عندنا سواء أولاده إحنا أو أحفاده أنا بحس إن كل حبتة في الوطن دي أمانة في رقابتي ما فيش كلام يعني أنا بطلع من أبقون وخصوصا بقى لما بتيجي ذكرى الذكرى اللي إحنا فيها دلوقتي بلاقي من كتر المشاعر اللي عنده الحب الوطن يعني الدموع بتنزل وبحس إن إحنا لو قعدنا عمرنا كلنا عمرنا وما هنبقى عندنا ربع الانتماء الحقيقي اللي كان عند الناس دي يعني بجد لما شوف بابا ما شاء الله ربنا يديره الصحة دلوقتي يعني كبير في العمر والحب دلوقتي يتأثر ويدمع والمهتم جدا اللي هو ما يسيبش الأجيال اللي جاية يعني تعد تقوله إيه آآ ابنه مثلا يقوله على أولاده يا باب مثلا مش هيفهموك الجيل ده غير الجيل ده يقوله مستحيل دي حاجة قعدة لكل الأجيال لا فيش كلام يصر إنه هو يجيب أحفاده ويعود يتكلم معاهم فهمهم يعني إيه وطن يعني إيه حب وطن لأ انتماء رهيب وعالي وأنا بقول لحضراتك أنا بتصور يعني أنا عندي انتماء لأ ده أنا لو عدت عمره كله مش هيكون عندي ربع الامتماء اللي عندهم فعلا بجد اللي حربوا وشافوا الأيام دي مفيش كلام هو بيمن يقول لي حاجة مهمة أول حضراتك أنا أعتقد الأسرة المصرية معظمها أعتقد الدكتور بسامي عيدنا يا أم عنده شهيد في الأسرة دي حقيقة يا أم عنده أحد أبطال حارب في الأسرة وربنا الحمد لله ما زال على قيد الحياة زي بابا عندك ربنا يديله الصحة الحمد لله ودايمن بقى يلفت انتبهي الحاجة المهمة اللي أسرة مصرية عندها ويسام في بيترة أيوه الحمد لله ولما تعمقت كمان في علم النفس شفت ان كلامه ده حقيقة هو دايما يقول لي كلمة غريبة ما كنتش بفاهمها زمان اللي هي فنيقول لي الحرب ما خلصتش الحرب ما خلصتش الحرب شغالة بس شغالة بأسلوب تاني خبيث يعني ده من يقول لي إحنا على أيام الحروب كتوضحة أسلحة ومعدات ودبابات وطائرات أنتو على أيامكم الأجيال دي الحرب حرب خبيثة سوشيال ميديا بالفعل بيفرقوا ما بينكم بيخلوا الشباب تحس أصبحت بالكلمة وبالفكر يا دكتورو من خلال دراسة حضراتك أصبحت الحرب بالكلمة وبالفكر وبالنفسية حرب نفسية ولا من كل شوية يلقي الضوء على جرائم بشكل مبالغ فيه يدفعوا فلوس لناس بالفعل علشان ينشروا ده على السوشيال ميديا ويخلوه يوصل لكل الناس فهو بيلعب في نفسيتك وبيلعب في عقلك أكيد فإحنا بقى بنشوف حتى ما بين الشباب لأ إنت مسؤول قدام ربنا عن كل شير بتعملها الحاجة مش كويسة عن كل لايك بتعملها الحاجة مش كويسة إنت بتساعدني الحاجات دي تنتشر فيه سلبيات أو فيه سلبيات زي أي مكان في الدنيا لكن هو بيقدمها لك بيحط عليها سم علشان يلعب على عقلك الباطن عشان تطلع كاره بلدك كاره الناس اللي حواليك طبعا حضرتك عارف إن الشباب دلوقتي عندهم مشكلة في التواصل بسبب إن التواصل بقى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أكتر من إن يعود معاك ويكلمك ويحس بيك فدي مقصودة إن هو يوديك أكتر للعاجل الافتراضي مشاريخة الشباب بالذات هي المستهدفة في المقام الأول بالذات طبعا هو يوديك أكتر للعالم الافتراضي فبيبعدنا عن بعض فبيخليكش تشوفني كتير تقعد مع صاحبك كتير ما بيحصلش تقعد مع أهلك كتير ما بيحصلش اللي ما عندوش انتماء لأهم ومعندوش انتماء لصحابه ومعندوش انتماء لناسه ومش هيبقى عندو انتماء لوطنه ولما يجي حربه حاربنا فرادة مش جامعات زي زنين كانت كلهم على قلب رجل واحد كان مصلحة الوطن هي الأهم فهو عايز بقى يعمل العكس بس لقد مصر فيها الخير وخير أجناد الأرض وإحنا مهما طلعنا من أجيال لأ بنحاول نفهم ألعابهم دي وبنحاول نوصيها وأنا مثلا في الجامعة مبارح كانت محضراتي وأول مبارح ركزتي جدا على الحتة دي مع البنات والشباب عندي في الجامعة إن خدوا بالكم أنتم مستهدفين لا تنمشوش وراء شائعات لا تنمشوش وراء كلام حد يقولك كلام سلب عن بلدك أو حد يشككك في مؤسسات وطنك لأن إحنا لازم يكون فاهمين الأسلحة الجديدة بتاعتهم لأنها أسلحة أخبث حتى فعيل من نفس إحنا منهي بأسلح فبيس بالفعل دكتور بسام دايماً الدول صاحبة الحضارات وصاحبة التاريخ اللي مبتد الألاف السنين ليه دايماً بتبع مستهدفها ليه الجديد ما بيبقاش مستهدف ده سؤال هاجل على فكرة ليه الكشري ما بيبقاش مستهدف ليه صاحب الجذور هو اللي بيبقى مستهدف صحيح لأنه هو حاول ينتزع جذورك وفشل من الناحية العسكرية وده كان واضح جداً حتى أيام بعد السكينات يعني إنت أول عبور لك علشان ده بنعلمه للشباب حتى عن طريق الميديا اللي كل شوية تقول لك إنتوا كنتوا فين قبل تلاتة وسبعين طيب قبل حرب الاستنزاف فحقول له ده إحنا أول عبور كان بالضبط عشرين يوم بعد انتهاء المعركة اللي هي أنا لا أعتبرها معركة في سبعة وسبتين يعني أول عبور رأس العش كان في عركة رأس العش العظيم اللي لازم الأفلام يا مخرجين مصر اعملونا في المين تلاتة أبك عن المحامية عن حرب الاستنزاف زي اللي احنا شوفناهم زمان فإذا الفكرة في إن أنا أجي أنتزعك عسكرياً باخد علقة منك بقرية وإنت حرب استنزاف ست سنين قدرت تكسب فيها وتكسب أرض وتكسب خبرة عشان تلاتة وسبعين تيجي تخلص كله ثم بعد كده بزكائك الديبلوماسي وبفعالي بالديبلوماسية المحترمين قدرت إن أنت تسترد لو رجعت حضرتك للتاريخ وفكرة الجزور وفكرة إزاي أنا أصدر طيب ما أنا حاخد نفس السلاح زي ما أنا أخدت أسلحة في تلاتة وسبعين وزبطتها المصر القديم على فكرة عمل كده لما الهكسوس الحكاة الخصوط احتلوا شمال مصر أطول مدة احتلال كان معهم إيه؟ كان معهم العجلة الحربية وكان اختراع وقتها المصر القديم في الجنوب عمل إيه بقى؟ فكرة فيها رح واخدها وصنحها ورح نصنعها وخففها زي ما أنت عملت كده في السواريخ كده بالضبط أخدتها والجند المصر في تلاتة وسبعين بعب قريته قدرنا هو يضيف أشياء معينة أنت في معركة المنصورة خففنا السواريخ وزودنا تنكرات البنزيل في الطائرات ولذلك حضرتك عشان تطير بمسافة أكبر معركة المنصورة 14 أكتوبر اللي هو عيد قوات الجوية ونصورنا العظام أنت كنت قدام طيارات أمريكانية حتى البنزين أو الخزان بتاعك مش شايل نفس المدة بتاعتهم وعلى هذا هزمتهم نفس القصة حصلت في مصر القديمة وبالتالي أنا بس هطلب أخيرا أن نفس السلاح اللي الدكتورة تكلمت عليه وهو سلاح الجيل الرابع أو حروب الجيل الرابع أو الانترنت أنا حستخدمه وحزبطه الصالحي وبرضه حزمه بنفس الطريقة أكيد دكتورة رشا حضرتك كمتخصصة في هذا المجال الصحة النفسية إزاي هذه الإشاعات والتلاعب في فكر وثقافة المجتمع المصري بالخص في شريحة الشباب إزاي إزاي أنتوا بمنهجكم وبعلمكم تقدروا يعني تقطعوا دابر هذا السرطان وفي نفس الوقت إزاي أنا أحدث في شريحة الشباب التوازن إن البلد دي صاحب التاريخ جزرها ضربة في أعمق التاريخ كل اللي بتقلك من بره لو ما إنت مش ناجح محدش هيعديك لو إنت إنسان فاشل أو دولة فاشلة محدش هيعديك منت خلاص فاشل لكن إنت عشان ناجح وعشان بتعمل خطوات لقدام وقفزات فشي طبيعي الشجرة المثمرة اللي هي نظرية الشجرة المثمرة يا دكتور بالسامة إحنا بالنسبة للشائعات عندنا أكتر من طريقة في علم النفس على حسد نوع الشائع يعني فيه شائعات المفروض نتجهلها ما نصلطش عليها أي دوق خالص وفيه شائعات لازم نرد عليها ونرد باسلوب اللي بيقدمها زي ما حضرتك قلت يعني لو هو قدمنا بطريقة إحنا بنفس طريقته بالرد عليه وإن إحنا نصلحها فيقول الناس يعني دي حاجة الحاجة التانية بالنسبة للشباب ده موضوع لازم تشتغل عليه كل مؤسسات المجتمع بحيث إن مجال التعليم مثلاً بيشتغل على المنطقة دي مجال الإعلام بيشتغل على نفس المنطقة آآ يعني بيبقى فيه تعاون وترابط ما بين مؤسسات المجتمع إن إحنا نوصل لكل بني آدم في الواطن ده إن إنت دورك إن إنت تبدأ بنفسك كل واحد عليه دور في مكانه الأم عليها دور إن هي تبدأ بنفسها وبعيالها اللي مسؤولين منها إحنا في الجامعات علينا دور مقدرش أقول حاجة للطلب عندي ويقول لما أبداها بنفسي أنا الأول أعمالها الفاعل كان موزج اختزى به طبع أما قلوهم ما تصدقوش الحاجات اللي بتتنشر وما تعملوا لهاش شير وما تعملوا لهاش لايك على الفيسبوك ماينفعش يدخلوا على صفحيتي لقونا أنا عاملة شير ولايك لحاجة ماينفعش تجهنوا كذا ويعملوا كذا فإحنا بيبقى لينه دور آآ مثلاً هنا في المكان التحفة ده سيادتي اللي هو حضرتك يعني قدمتوا ليه الشكر سيادتي اللي هو مجدتو ده من النمازج الرائعة من النمازج الرائعة فعلاً اللي تفيل حضرتك بيتم لو لقى طفن صغير عنده آآ في حاجة كويسة يدعيه وهو ده نموزج القيادة بقى نحن نتكلم على نموزج القيادة بقى آآ بيبقى وكل المشكلات بالشاواتة بسس بالمقابلة بتبقى ازاي فبيحق الاتباهي لشخصيته أنا أنا حقيقي فخورة بيه جداً وياريت وقادة كتير وانا متأكدة ان مصر فيه نمازج كتير كده انا دايماً بحبش هتكلم عن اشخاص بحب بتكلم باسم مصر ان كلنا مصر احنا مش هنسمي اشخاص وهم نفسهم بيحبوا كده بس فعلاً لو في كل مكان يمسكوا قائد آآ عنده الانتماء العالي ده ومهتم بكل الطبقات مش مركز على شريحة واحدة دي هتبقى حاجة هاي لجيب يغنينا افتكر من ما جيت المكان ده بعدها على طول انا عايز اجيب الطلب عندي في الجامعة مفيش كلام بعدها على طول بابا وماما وولاد اخواتي مفيش كلام مراهقين جم فوجود تعاون كده طبعاً نموزك نموزك في هزا في هزا الشرف الحياة مفروض كلنا نزول ما فيه هتختم في مصدية دكتور تقول ايه مصدية اقول لكل المصريين اتعلموا تاريخكم كويس اللي عارف تاريخه حيعرف يواجه المشاكل اللي بتحصل واحد اتنين زوروا المتاحف دي سواء متاحف عسكرية او متاحف تاريخية اخرى المتحف مثلاً ناخده مثال متحف هنا في 15 ثانية انت هنا لو جبت الاطفال هتقول انت دخل متحف تاريخ الطيران او الجوية العظيمة وتاريخ العسكرية انت كمان هتشوف 6 اكتوبر ومعركة المنصورة في افلام تسجيلية وحتلاقيها في مسرح اطفال بالبابتس والعرايس وحتطير طيارة وحتعمل طيارة بايديك من الطفولة للكبار هيستمتعوا جداً وكل عام وكلنا في نصر ان شاء الله يا رب كل عام كلنا في نصر وكلنا في عزة وكلنا في شرف الحقيقة هذا اليوم العظيم التاريخي انا بتذكر مشهد الحقيقة ودكتور بسام يتذكروا معايا ودكتورة رشا تتذكروا معايا طبعاً مشهد التواضع الرئيس الشهيد البطل الراحل محمد انور السادات في مجلس الشعب حينما حيا سيادة المشير احمد اسماعيل علي القائد العام للقوات المسلحة في ذاك الوقت واشار اليه بالبنان وقال تحية لقيادة القوات المسلحة التي خططت ونفزت ووقف المشير عليه رحمة الله احمد اسماعيل وارتد الكاب واعطى التحية للقائد الاعلى للقوات المسلحة واحنا برضو بندي التحية لقواتنا المسلحة ان تشرف هذه الامة في نهاية هذا اللقاء لاسعني الان اشكر ضيف الكريم العزيز علينا دايماً دكتور بسام الشماء شكراً شكراً لحضرتك وضفت الكريمة ابنت احد ابطال اكتوبر الدكتورة رشا الجندي بشكرك يا دكتورة شكراً يا فامي مصر باقية مهما عد عليها من خبائط ولكن مصر بإذن الله بقية ما بقيت سبعة الاف سنة ان شاء الله ستبقى اكثر من ذلك بشكركم عزيزي المشاهدين وبرجع لزملاء الأفاضل في السوديو صباحنا مصري الزميل محمد تورك والزميلة هبة فاهمي والزميل محمد جوهر بحييكم وسعيد ان شاء الله في وجودنا النهاردة في احتفالنا بستة اكتوبر إلى سدوهتنا في سبيرو